في زيارة وصفت بالتاريخية حل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ ضيفا على الرئيس التركي رجب طيب إردوغان زيارة هيرتسوغ إلى تركيا التي تعد الأولى لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إلى أنقرة بعد 14 عاما من الجمود في العلاقات بين إسرائيل وتركيا تحمل الكثير من الدلالات تبادل المصالح بين هيرتسوغ وإردوغان كان واضحا بالنسبة للمحللين حيث لم يفوت هيرتسوغ الفرصة ليطلب من الرئيس التركي التضييق على نشاط حركة حماس على الأراضي التركية هيرتسوغ طرح خلال لقاء إردوغان معارضة إسرائيل وجود قيادة حماس في تركيا ومصادر استخبارية إسرائيلية قالت إنه من ناحية السياسية إردوغان قادر على طرد قيادة حماس من تركيا إردوغان الذي لم يخفي يوما تطلعاته في موضوع الغاز والسعادة إرى تتوقعاته واستغل لقاءه بهيرتسوغ كنقطة انطلاق ليسوق من خلالها إسرائيل أمام الأمريكيين والأوروبيين كمصدر بديل عن الغاز الروسي لأوروبا مع ما يحمله هذا الطرح من أبعاد وتبيعات إردوغان طلبا من هيرتسوغ الدفع قدما بمشروع أمبوبي غاز من أبار الغاز في البحر المتوسط عبر تركيا لإيصال الغاز إلى أوروبا سبق للأتراك أن طرحوا هذه الفكرة سابقا لكن هذه المرة يقولون للإسرائيليين والأمريكيين أنتم تريدون وقف الارتباط الأوروبي بالغاز الروسي وهذه هي الطريقة المثلة للقيام بذلك أي أخرجوا الغاز الروسي وأحضروا مكانه غازا إسرائيليا عبر تركيا وفيما قال مراقبون أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى تركيا تعد نقطة تحول فرضتها الضرورات الأمنية والاقتصادية والسياسية على الطرفين أشار آخرون إلى أن الزيارة وضعت الآن في ميزان المصالح لاختبار نتائجها على الأرض ووفقا لهم بين أردوغان وهيرتسوغ لا يوجد حب ولكن بالتأكيد هناك الكثير من المصالح التي تفرد فتح فصل جديد في العلاقات بينهما